بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد فنلتقي معكم مجددا في حلقة من حلقات برنامجنا مفاهيم ومصطلحات والبرنامج يهتم في كل حلقة من حلقاته لمصطلح نحوي أو لغوي شائع وذلك لتوضيح مفهومه أو معناه وتقريبه أكثر إلى الأذهان ومصطلحنا اليوم هو مصطلح الاسم والاسم هو قسم من أقسام الكلم إلى جانب الفعل والحرف ويعرف الاسم باعتباره لفظا دالا على معنى في ذاته غير مقترن بزمان أما كونه لفظا فهو كلمة منطوقة وأما كون معناه في ذاته فذاك ليميز من الحرف لأن الحرف معناه في غيره وأما كونه غير مقترن بزمان فلتمييزه من الفعل لأن الفعل حدث ولا يكون الحدث إلا في زمان معين إذن الاسم كلمة دالا ودلالتها في ذاتها وذلك من نحو قولنا كتاب أو جمل إلا أن هذه الدلالة قد تكون حسية أو معنوية حسية من نحو ما ذكرنا وأما المعنوية فمن نحو قولنا الشكر والحمد وما شابههما يعرف الاسم بجملة من الخصائص اللفظية والمعنوية فأما اللفظية فمن قبيل دخول لام التعريف عليه من نحو قولنا الغلامة ومن نحو التأنيث من نحو قولنا مسلمة ومن نحو التصغير كأن نقول قطيت ومن نحو التاثنية والجمع من نحو ولدان وأولاد وهذه الخصائص كثيرة وأما الخصائص المعنوية فمن نحو الصفة والإضافة والإسناد أي أنه تلحقه صفة باعتباره موسوفا كأن نقول التقس الجميل والإضافة من نحو قولنا كتاب الطالب والفعل والحرف لا تدخلهم الإضافة وأما الإسناد فهو الصفة الأبرز باعتبار أن الاسم يجيء مسندا أو مسندا إليه والاسم أنواع كثيرة وذلك من نحو الصفات كأن نقول مجتهد وكريم ومضروب ومن نحو المصادر كالحول والتكسير والاستفهام ومن نحو الضمائر هو وهم وهن ومن نحو أسماء الاستفهام مثل كيف ومتى وأين ومن نحو أسماء الاستفهام مثل كيف ومتى وأين والأسماء الموصولة مثل من والذي وما شبه ذلك والظروف تحت وفوق وأمام وأسماء العدد وغيرها والاسم في الأصل معرب ويعرب بالحركات والحروف وذلك من نحو الولد والولداء أو المسلمون والمسلمين وتظهر علامات الإعراب في التنوين أيضا فنقول هذا ولد ورأيت ولدا ومن الأسماء ما هو مبني أي لا يتغير وذلك مثل الضمائر وبعض الظروف وغيرها وقد يجيء الاسم شبه معرب وذلك كالممنوع من الصرف إذ هو لا يعرب إعرابا كاملا فنقول على سبيل المثال جاء أحمد ورأيت أحمدا ومررت بأحمدا وذلك بأن تنوب الفتحة عن الكسرة وتصاريف الاسم كثيرة إلا أن أهمها التكسير أي جمع التكسير والتصغير أي تحويل المكبر إلى المصغرة والنسبة من نحو قولنا عربي أو عربية ومكي ومكية هذه مستمعية الأكارم نبذة عن اسم في العربية وددنا من خلالها أن نقف على ماهيته وأهم خصائصه اللفظية والمعنوية وأنواعه وتصاريفه وإلى أن نلتقي مجددا في حلقة قادمة من حلقاتي مفاهيم ومصطلحات نرجو لكم أوقات طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة